بابغاء الإكليكتوس ماذا يأكل هذا البابغاء؟ وكيف نعرف الفرق بين الذكر والأنثى؟ متى يبلغ؟ وهل هذا البابغاء عنده القدرة على الكلام؟ وكم يعيش هذا البابغاء؟ وما هو موسم تزاوجه؟ وكم تضع الأنثى من البيض؟ وما هو سعره؟ كل هذا وأكثر سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله على قناتكم الحياة عجائب بابغاء الإكليكتوس ولا يوجد اسم له عربي يعد هذا البابغاء من أروع البابغوات بألوانه الساحرة الخاطفة للأبصار ومن أهم مميزات هذا البابغاء أنه يعد من أسهل البابغوات في معرفة الفرق بين الذكر والأنثى فبعض البابغوات لا يمكنك تحديد الفرق بين الذكر والأنثى حتى بعد البلوغ إلا من خلال تحليل الحمض النووي أما هذا البابغاء فإنه من أسهل البابغوات التي تستطيع بكل سهولة أن تعرف الفرق بين الذكر والأنثى فكما نرى في هذا الفيديو بأن لون الأنثى تكون حمراء اللون لون الظهر والأجنحة يميل للأحمر الغامق ويكون منقارها أسود الأنثى تتميز بجمالها الباهر وبألوانها الساحرة الجميلة أما الذكر يكون منقاره أصفر ويكون لونه أغضر منقاره برتقالي أو مائل إلى الصفرة وريشه أغضر كما هو واضح في الصورة مع بعض البقع الحمراء ولكن هل هذا البابغاء عنده القدرة على الكلام؟ بالطبع إن هذا البابغاء من أحد البابغوات المتكلمة وعنده قدرة فائقة على الكلام إلا أن بابغاء الكاسكو هو الأفضل على الإطلاق إلا أن الأنثى في بابغاء الإكليكتوس هي الأفضل من حيث الكلام فهي متكلمة بطلاقة وهي أكثر كلاما من الذكر إلا أنها تتميز بشدة عصبيتها وبشدة عنادها أما الذكر فإنه يتميز بهدوءه وعنده قابلية أسرع على التدريب وهو الأكثر اجتماعيا من الأنثى تابعوا معي هذا الفيديو للنهاية واصبر ولا تتعجل فهذا البابغاء من أعجب البابغوات فهو يختلف تماما تماما عن باقي أنواع البابغوات إن معظم البابغوات الذكر لا يتزوج إلا أنثى واحدة والأنثى لا تتزوج إلا ذكرا واحدا أما هذا البابغاء فإنه يقبل التعدد فقد يتزوج الذكر أكثر من أنثى وقد تتزوج الأنثى أكثر من ذكر فقد تتزوج الأنثى ثلاثة من الذكور أو أربعة ذكور وهذا على خلاف العادة فالبابغاء لا يقبل التعدد فكل ذكر لا يتزوج إلا أنثى واحدة وكل أنثى لا تتزوج إلا ذكرا واحدة أما هذا البابغاء الفريد فإنه قد كسر هذه القاعدة إنه يقبل التعدد فبإمكان الأنثى أن تتزوج أكثر من ذكر واحد في عش واحد يبلغ هذا البابغاء يبلغ هذا البابغاء من عمر ثلاث سنوات وبعض الأنواع قد يصل إلى أربع سنوات أو بحد أقصى ست سنوات يختلف الأمر باختلاف النوع إلا أن الغالب أن هذا البابغاء يبلغ من عمر ثلاث سنوات أو أربع سنوات هذا هو الغالب كيف نعرف عمر هذا البابغاء؟ نستطيع معرفة عمر هذا البابغاء من خلال أمور الأمر الأول الدبلة في رجل الطائر ويكون مكتوب عليها التاريخ وأنا أقصد هنا الدبلة المغلقة يكون مكتوب عليها تاريخ ميلاد هذا البابغاء الدبلة المغلقة وليست المفتوحة كذلك نستطيع معرفة عمر هذا الطائر من خلال الحجم كما هو واضح في الصورة ومن خلال لمعاني الريش فالكبير يكون ريشه لامع بخلاف الصغير كذلك يمكنك معرفة الفرق من خلال حدقة العين فكما هو واضح أن الأنثى الصغيرة عينها كلها سوداء أما الكبيرة فنرى خدقة العين البيضاء حول العين وهو واضح في الصورة ماذا يأكل هذا البابغاء؟ إنه يأكل الأكل اللين ويجب توفير الأكل اللين باستمرار كل يوم يجب توفير الفواكه والخضروات باستمرار كل يوم إن هذا البابغاء لا يكتفي بالحبوب أو بعباد الشمس أو ما يعرف بدوار الشمس هذا البابغاء لا يستغني كل يوم بحال من الأحوال عن تقديم الفواكه والخضروات إن هذا البابغاء بعكس باقي أنواع البابغوات الأخرى التي من الممكن أن تعتمد على الحبوب فقط لكن هذا البابغاء في نظامه الغذائي لا بد أن يعتمد على الفواكه والخضروات كل يوم يأكل هذا البابغاء في الطبيعة الورد لذاؤه الطبيعي أنه يتغذى على الورد كما أنه يتغذى على الفواكه وعلى الخضروات ما هو موسم تكاثر هذا البابغاء يستطيع هذا البابغاء التكاثر في الربيع وفي الشتاء فهو يحب الأوقات الرطبة ويبتعد عن الأوقات الجافة الخارة تضع الأنثى من البيض وتضع الأنثى من البيض في كل عش بيضتين وأحيانا ثلاث بيضات وترقد الأنثى عليها من مدة ثمان وعشرين يوما إلى ثلاثين يوما والذكر هو من يقوم بعملية إطعام الفروخ فإن الأنثى تظل هكذا في العش لأن الذكر في هذا البابغاء هو من يتولى إطعام الأم وإطعام الصغار يعيش هذا البابغاء من خمس وثلاثين سنة إلى أربعين سنة يجب عليك عند شرائك لهذا البابغاء أن تشتري هذا البابغاء بعمر كبير بعمر ثلاث سنوات ويجب أن تشتريه من مصدر موثوق ويجب أن يكون هذا البابغاء قد تم تفريقه قبل ذلك ويجب أن تتأكد من ذلك ويحتاج هذا البابغاء إلى قفص كبير مثل قفص بابغاء الكاسكو متر أو متر ونصف يجب عليك أن توفر له المزيد من الهدوء إذا أردت أن يمتج هذا البابغاء عندك فعليك أن توفر له الهدوء وأن لا تزعجه وأن لا تكثر الدخول عليه خاصة في موسم التزاوج ويمكنني أن أساعدك إذا أردت أن تشتري هذا البابغاء فبإمكانك أن تترك لي تعليقا وسوف أتواصل معك وفي نهاية هذا الفيديو أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم من معلومات ولا تنسوا الأعجاب والاشتراك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته